في السودان هناك حديث كثيرة تدور الآن عن مكالمة هاتفية همة جدا تجمع بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان قاد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة وبلينكين وزير الخارجية الأمريكية في مكالمة هاتفية استمرت لمدة نصف ساعة كان النقاش يدور حول كيف يمكن إيقاف هذه الحرب كيف يمكن تقديم المساعدات الإنسانية وتخفيض الحرب الدائرة في السودان وتقديم هذه المساعدات لمتضرر الحرب وأيضا استيناف المفاوضات في جدة هذا مدار من نقاش هام بين البرهان وبلينكين طبعا تبعنا حديث الفريق ياسر العطى عن أن هناك عرض من موسكو يتمثل في دعم الجيش السوداني بالأسلحة والزخيرة مقابل فتح أو إنشاء محطة للوقود على البحر الأحمر أعتقد بأن هذا التصريح الصادر من الفريق ياسر العطى يحمل تلميحا بتهديد واضح للعالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية بلا شك بأنه إذا ما كان هناك دعم متواصل من قبل جهات إقليمية معلومة للجميع لمليشية دعم السريع فإن الجيش السوداني سيتحد أكثر وأسكر مع المعسكر الآخر ومع الطرف الآخر لذلك في اليوم التالي على الفور مكالمة هاتفية تجمع بلينكين بالبرهان جرى الحديث عن ضرورة خفض أعمال الحرب في ألفاشر جرى الحديث عن ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرر الحرب والنازحين في ألفاشر جرى الحديث أيضا عن استيناف المفاوضات بشكل جدي في المملكة العربية السعودية شكرا للمشاهدة